موسيقى سيادنا الفلاحة مرحبا بكم في الفقراء ديال اجيو ناخد العبرة من الخبرة اللي كتقدمها مبادرة اوسيبي المتمر اليوم ان شاء الله كانت واجده معكم في اقليم ستاتش وبالطبط في جماعة نزامزا في الاطار المواكبة ديال المجهودات اللي كيقوم بها طاقم ديال مبادرة اوسيبي المتمر في عدد من مناطق البلاد وفي عدد من سلاسل الانتاج الموضوع ديال اليوم هو المحاربة ديال الاعشاب الدارة في الزراعة ديال الحبوب غادي نشوفو كيفاش المهندسين كي يواكبوا العملية ديال المحاربة ديال هاد الاعشاب واشنهما المبيدات اللي خاصهم يستعملوا وغيرها من الامور التقنية اللي كينصحوا بها المهندسين والمهندسات ديال مبادرة اوسيبي المتمر الطرق ديال المكافحة وكل امور تقنية المتعلقة بمحاربة الاعشاب الدارة في زراعة الحبوب غادي نشوفوها مع السيدة حانان مقداد اللي هي ممثلة مبادرة اوسيبي المتمر بالاقليم ديال السطط في ايطان المواكبة المستمر اوسيبي المترجم الى الفلاح كنقوموا بمنصة طبيقية فيما يأخذ زراعات الحبوب في هذه المنصة طبيقية كنقوموا بمدارس حقلية من الوقيتة ديال الزرية احتى الوقيتة ديال الحصاد اللي في كل مرحلة في المصار التقني ديال ذراعات الحبوب كنوريوا الفلاح الممارسات سليمة الزراعية اللي يخصيقون بها من تحالي للترباليك تكون بشكل معاقلا تسميد الأزوط اللي يكون معاقلا الوقيتة ديال المداوية ديال الأعشاب الضراء المداوية ديال الأمراض الفطرية والحشرات حتى الوقيتة ديال الحصاد وهذا شي كامل في إطار أننا نطلعوا من المنتوج ديال الفلاح وكذلك نحسنوا من الجودة ديال الانتاج وفي هذا الوقيتة اللي طاحت فيها الشتاء احنا كمهندسين كنخرجوا عن الفلاحة كنقوموا بإرشاد ديالهم أنهم يعني أول حاجة يحاربوا الإعشاب الضراء لأن من بعد كنقوموا بقيتة ديال تسميد الأزوطي باش كيكون يعني مفعول أكتر ولكن واحد تسميد الأزوطي يعني معاقلا هاد شي كامل كيطلع من المرضودية ديال الانتاج وكذلك من الجودة ديال الانتاج أي حاجة أي حاجة بحالف الميزة بحالف اللعمان بحالف الشوك كتسمى أعشاب عريضة الأورا عندي عريضة الأوراق وعندي النجالية بجوجهم في البلاد يخصلي ذلك الدول اللي كيكون شوش بيغالي لماذا؟ لأنك يضربهم بجوجهم إنه مال واند باصي هدوزة واحدة يعني ذلك الشيالة اللي يخصوا يخرج بدلا لكم الفلاحة يلو باش يشوف شنو عندهم ما يعتامن إن شاء الله الناس اللي كيبيعون الدول اللي كيبيعون لا لا أنا في البلاد أشبال لكم شنو عندكم هنا شنو الدول اللي يصلاح لهذه البلاد واشغ سنداوي ودابا ولا مخزاش نداوي يعني عدد كمية هذا أخطوة الدول اليوم يعني يعني يربيع يلا في قصر ما زادة ببقي شيش إلا دويته دابا غدا يموت في البلاسة وحتى ذلك اللي يجب أن ترمات النباثة غدا تموت قبل ما تخرج غدا تموت نعم هناك في البلاحة اللي كيخلو حتى تعود فيه 20 سنتيم بزاف إذن 20 سنتيم بدوا ما غاديش يهول لحتى قد يبقى غير في الوراق غاديم أبترهين على الزراع ما غاديم أبترهين على الزراع ما كأبترش على الربيع اللي هو ضرقات الزراع ضرق ذلك الربيع السلام عليكم معكم عتمان الساكر في اللاحة منطقة مزامزة الجنوبية إقليم ستات ورئيس تعاونية الفتح لإنتاج الحليب والزراعات الكلائية اليوم نتكلم لكم على أهمية الدوات الربيع في الزراع وفي جميع النباتات الموضوع اللي كان صراحة الله اليوم اللي كان نستافدنا في بزاف دي المعلومات بالخصص من عند المهندس المشرف على برنامج المنتمر لخدمات القرب بإقليم ستات اللي زادت لنا واحد الإضافة وصحة لنا واحد بزاف دي المغالطات اللي كنا كنديروه الحاجة الوحيدة اللي استافدنا بزاف هي أننا كنا كنا نديرو الزراع بطريقة عشوائية عكس الاستافدنا اليوم وهو أن كل نوع دي الربيع في الزراع خصوة نوع دي البيبات والذي الرشاشات التي يتماشون معه نحن كنا كنا نديرو ذو اللولاني بأي طريقة يعني بالبوطة كنا نديرو بجميع دي الأدوية الذواء دي الربيع النجاليات ذات الفلقة الواحدة ذات الفلقتين ذات الفلقة الوحيدة ذات المهندسة المشرفة على البرنامج اللي جاء زياب الخير يعني اللي استافدنا منه بزاف دي الحويج يعني اللي تشيلي غاديهم على الخير عليها وعلى جميع الفلاحة اللي كنينتنا بمنطقة وكنتمنى مزيد من النصائح ومن إرشادات ويكون غير الخير اشتركوا في القناة الوحيدة شكرا ال coalition اشتركوا في القناة